النهر المحلي زي ما وضحنا من شوية إنه عبارة عن نهر بيجري داخل أراضي دولة واحدة زي إيه؟ زي نهر موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وهو نهر الميسيسيبي موجود في دولة واحدة فتم إطلاق عليه النهر المحلي أما عن النهر الدولي هو النهر الذي يجري في أكثر من دولة زي نهر النيل اللي بيعدي بـ 11 دولة دلوقتي بقى هناخد نهر النيل ونبدأ نتكلم عنه بالتفصيل شوية وأول حاجة هنتكلم عنها هي منابع نهر النيل شكلت دول حود النيل دول حود النيل قررت إن هي تعمل تجمع عام 1983 ميلادين التجمع ده عرف باسم الاندوجو معنى كلمة اندوجو هي الإخاء باللغة السواحلية مصر كانت صاحبة فكرة إنشاء هذا التجمع اللي هو منظمة الاندوجو طب ليه؟ بما تفسر دعت مصر لإنشاء تجمعا لدول حود النيل ليه مصر دعت إن يبقى فيه تجمع يجمع دول حود النيل مع بعضها؟ ده بسبب أو بهدف التشاور والتنصيق ودعم التعاون بين دول الحود والحفاظ على المصالح المشتركة اللي بينهم جمال حمدان أشار إلى أن نهر النيل بيعتبر ثنائي المنبع طب ليه ثنائي المنبع؟ لأنه دي منبعين وبسبب استدامته ووصوله إلى مصر من خلال الخريطة هنقدر نحدد المنبعين بتوع نهر النيل أول منبع فيهم وهو المنبع الدائم اللي جاي من بحيرة فيكتوريا وهضبت البحيرات الاستوائية تاني منبع وهو الجاي من هضبت الحبشاء من بحيرة تانا إذن المنبع الدائم بحيرة فيكتوريا اللي تسقط عليها الأمطار طوال العام أما المنبع الموسمي هو بحيرة تانا الذي تسقط الأمطار عليها في فصل الصيف فقط من هنا نتكلم عن المنبع الدائم لنهر النيل تقع المنبع الدائم بيقع في هضبة البحيرات الاستوائية وبيتميز بأن أمطاره غزيرة ودائمة طب ليه أو ده أدى إلى إيه ما النتائج المترطبة على أن المنبع الدائم أمطاره غزيرة ودائمة أدى إلى تضفق مياهه طوال العام وبالرغم من ذلك فإنه لا يصل منها سوى كميات قليلة إلى مصر طب ليه المنبع الدائم اللي هو بحيرة فيكتوريا بيوصل كمية قليلة منها المصر برغم أن الأمطار هناك طوال العام ده بسبب المستنقعات وزيادة عملية التبخر اللي في النهاية بتوصل لي كمية قليلة جدا من مياه نهر النيل من بحيرة فيكتوريا اللي هي المنبع الدائم هنا كمان هنلاحظ أن تتضمن تلك الهضبة مجموعة من البحيرات أهمها بحيرة فيكتوريا وهي التاني أكبر البحيرات الطبيعية العزبة في العالم هنلاحظ أن بيصب في بحيرة فيكتوريا من الغرب نهر اسمه نهر كاجيرة تعالوا نحدد نهر كاجيرة نهر كاجيرة أهو موجود في جنوب بحيرة فيكتوريا بيعد كمان نهر كاجيرة من أهم مصادر مياه بحيرة فيكتوريا ودلوقتي نتكلم عن المنابع الموسمية المنابع الموسمية اللي بتقع في هضبة الحبشة جاية من بحيرة تانا تتميز بأن أنطارها بتسقط في فصل الصيف فقط ولكن الأمطار بالمناسبة اللي بتسقط في فصل الصيف في المنابع الموسمية بتبقى غزيرة جدا هنلاحظ كمان أن المنابع الموسمية بتتضمن مجموعة من الروافد من دمن الروافد دي وهي نهر الصباط نهر الصباط ده من أهم الروافد الموجودة في المنابع الموسمية اللي بيلتقي ببحر الجبل وبيمده بمياه فيسترد النيل قوته تعالوا كده نحدد مع بعض نهر الصباط اللي بيلتقي ببحر الجبل ومن هنا بيبدأ نهر النيل يسترد قوته تاني يعني إيه يسترد قوته؟ لو فاكرين لسه أيلين أن في المنابع الدائمة نهر النيل بيبقى ضعيف وبيوصلي منه كمية قليلة بسبب قسرة المستنقعات والتبخر إمتى نهر النيل بيسترد قوته مرة أخرى لما بيلتقي نهر الصباط مع بحر الجبل تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن